اي نعم يتوفر بطن ودي سوف على كميات كبيرة من المياه لكن السوفيين وابناء ودي ريغ لا يستفيدون منها فالعطش بالمنطقة طال المواطن والفلحة على حد سوى يعجلونا في انجاز بيل لان السكان ما مشهر بنا نعطاش على نعطاش موتى كما نطلبهم منه ثاني تزويدنا بقى ناوات اسمين تيار الفلحة على المناذع في طريق الفلحة هذا مجرى قناة ودي ريغ لصرف المياه على مسافة طويلة لكن دون فائدة منه في مدينة جامعة مشكل الماء مطروح بحدة والمواطنون كما في ودي سوف يشترون الماء وزير الموارد المائية وقف على عدة مشاريع لتحسين نوعية المياه على غرار محطة للمعالجة بجمعة واخرى بالوادي طالقنا على مستوى عاصمة الولاية بانجاز محطة كبيرة كذلك انجزنا في نمغير وفي جمعة محطات معالجة المياه لكن ما يلاحظ على محطة ودي سوف تأخر كبير حتى ان شركات انجزت قصد قليل جدا ثم رحلت واختفت بسبب عدة مشاكل اموال طائلة استهلكتها مشاريع متعددة عبر ولاية وادي سوف لتحسين نوعية الماء وصرف ما هو غير صالح منها لكن هذه المشاريع تبقى قليلة بالنظر الى شساعة هذه الولاية التي يبقى سكانها بحاجة الى تحسين نوعية الماء وصرفها حفاظا على صحتهم بالدرجة الاولى وحفاظا على مساحاتهم الفلاحية التي هي في طريق الانقراض حكم عماري ودي سوف